اشتركوا في القناة سفارة مملكة البحرين في بغداد والذي يتنافى مع أبسط القواعد والأعراف الدبلوماسية ويخالف جميع المواثيق والمعاهدات الدولية معربا المجلس عن تقديره البالغ لموقف الحكومة العراقية من هذا الاعتداء الآثم وبما اتخذته من إجراءات من أجل توفير الحماية اللازمة مؤكدا المجلس اعتزاز مملكة البحرين بعمق العلاقات التي تربط بين البلادين الشقيقين وحرصها على الارتقاء بها على كافة المستويات بعد ذلك أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره لمجلسي الشورى والنواب على مواقفهما الإيجابية في التصدي للمحاولات الساعية إلى إثارة الفتن في المجتمع البحريني وشق الصف والعبث بالنسيج المجتمعي من خلال حملات إعلامية ممنهجة تستهدف مملكة البحرين وهي محاولات يائسة موسومة بالفشل أمام الوعي الشعبي والوطني والإدراك للنوايا الخبيثة التي تحرك مثل هذه الحملات المغرضة مشهيدا المجلس بمواقف مجلسي الشورى والنواب التي تجسد المسئولية الوطنية وتعكس قيم الولاء والانتماء لهذا الوطن على الصعيد الشعبي والمؤسسي بعدها أشاد مجلس الوزراء بجائزة عيسى لخدمة الإنسانية في تشجيع العمل الإنساني وإبراز الإنجازات المتميزة في خدمة الإنسانية على الصعيد العالمي وبدورها في تخليد ذكرى وتجسيد عمل قائد قدم الكثير لخدمة الإنسانية وهو الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثرى وفيما أثنى المجلس على الدور الذي يطلع به مجلس أمناء الجائزة برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء واللجنة التحكيمية فقد هنى مجلس الوزراء مؤسسة إدهي الباكستانية الفائزة بجائزة عيسى لخدمة الإنسانية في دورتها الرابعة وتمنيا لها التوفيق في جهودها الخيرة خدمة للعمل الخيري والإنساني بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله وتخذ بشأنها القرارات التالية أولا تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدة بمراجعة آليات تطبيق الرسوم وضرورة مراعاة احتياجات المواطنين فقد وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى الغاء رسوم 200 خدمة حكومية في عشر جهات حكومية وعفاء 220 خدمة حكومية إضافية من القيمة المضافة لترتفع قائمة الخدمات المعفى من القيمة المضافة إلى 1620 خدمة حكومية وكلف مجلس الوزراء في ضوء ذلك معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بقرار إلغاء رسوم الخدمات والإعفاء من القيمة المضافة لاتخاذ ما يلزم ويتي ذلك في إطار جهود الحكومة للتسهيل على المواطنين وزيادة جاذبية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته على استقطاب الاستثمارات من خلال خفض التكاليف الإدارية والرسوم بما ينسجم وأهداف برنامج التوازن المالي والوصول إلى نقطة التوازن وقد قدم معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني عرضا تفصيليا لمذكرتين مرفوعتين بهذا الخصوص إلى مجلس الوزراء ثانيا وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب القائد الأعلى النايب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى مواصلة الجهود لتعزيز كفاءة العمل الحكومي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وفق أعلى معدلات الرضا واستعرض سموه مؤشرات الأداء في النظام الوطني للمقترحات والشكاوى تواصل خلال النصف الأول من عام 2019 والذي أظهر تحسنا في مستوى أداء الجهات الحكومية بشكل عام عكسه التزام 93% من 37 جهة حكومية من ضوية في نظام تواصل بالرد على المقترحات والشكاوى في الوقت المحدد من بينها 19 جهة حكومية التزمت بالرد على 99% أو أكثر من الشكاوى المقدمة لها ضمن اتفاق مستوى الخدمة وفي هذا الصدد فقد وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب القائد الأعلى النايب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشكرة للوزارات والجهات الحكومية التي حققت هذه النسبة العالية حثا سموه الجهات الأخرى على بذل المزيد بهدف الوصول إلى أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات الحكومية ثالثا بحث مجلس الوزراء توقيع مملكة البحرين على الاتفاقية المتعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير بين الدول ذات الصلة بالأغراض الضريبية وذلك في إطار التزام مملكة البحرين بالمعايير الدولية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية وبالاتفاقيات الدولية في هذا المجال ومنها اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية وحرص المملكة على تطبيق أعلى درجات الشفافية في المجالات الضريبية وقد عرض معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزرية للشؤون المالية والاقتصاد والتوازن المالي بنود الاتفاقية أعلى ومضامينها وقرر مجلس الوزراء إحالتها إلى اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية رابعا بحث مجلس الوزراء أوجه الاستفادة من الخبرات التي اكتسبها المتطوع أثناء عمله التطوعي واعتبارها ضمن الخبرات التي تدعم السيرة الذاتية للمتطوع عند التقدم إلى الوظيفة وأحال المجلس إلى مجلس الخدمة المدنية مذكرة مرفوعة بهذا الخصوص من سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة خامسا وفق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم في مجال حماية وإنماء الحياة الفطرية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وذلك دعما للتكامل والتعاون بين البلدين الشقيقين في مجال حماية وإنماء الحياة الفطرية والمحافظة على التراث الطبيعي وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة سادسا ضمن أولويات الحكومة في خفض نسبة الازدحام المروري وزيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطعات والشوارع في عموم إنحاء المملكة فقد وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة لتطوير التقاطعات الواقعة على شارع المحزورة بالرفاه وذلك ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير شبكة الطرق المحيطة بالمحافظة الجنوبية بالمحافظة الجنوبية